مسرع سبعة أشخاص وإجلاء الألاف بمدينة سومترا الشمالية بإندونيسيا جراء الفيضانات التي شهدتها بسبب الأمطار الغزيرة. فرق الطوارئ والإنقاذ سارعت إلى إجراء المتضررين ونقلهم إلى الملاجئ، وقد توصلت حتى وقت متأخر من الليلة. وتسببت هذه الفيضانات في خسائر مادية جسيمة على مستوى المنازل والبنى التحتية في وقت تتوصل فيه عمليات الإنقاذ عبر قوارب مطاطية. المعطية الرسمية أشارت إلى تضرر أكثر من ستة ألاف شخص من هذه الفيضانات. وتتزمن هذه الكارثة البيئية مع تواصل تفشي فيروس كوفيد-19 بتجيل أكثر من ستة ألاف إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعتنا الماضية.